نشرح بقى الكلام النظر ريح نقول لها ده كان بيتنفذ ازاي في الملعب على الحالات اللي معانا ونبتدي بحالات المباراة وضغط النادي الاهلي على الزمالك في كل حتة في الملعب وازاي كان بيضغط من غير ما يسيب مساحة دي كانت المعادلة لا دي لقطة الهدف رجعلي بقى لا رجعلي رجعلي لقطة الهدف من اولها بس وقف هنا وقف هنا بصكري الشكل ده كان موجود في الموراية اللي فاتت. الاهلي كان بيدغط بالشكل ده من فوق قبل ما برونه. ورجعها لي فريم كمان معلش. رجعها لي وهي الكرة بتتباصة. الباص الغلط. رجعها لي الباص الغلط. رجع رجع كمان فريم. هي دي اللي معنا بس. طيب حلو حلو. الباص دي كانت مع زكريا الوردي. اللعيب اللي في وصق الاثنين اللعيبة من النادي الاهلي. باص الكرة بتصرف خاطئ للخلف. طيب. بص الكام اللعيب بقى. الخط اللي واقف عنده. ده ربع العيبة من الاهلي والزامالك دول كريم ده تلت الملعب. تلت الملعب لنادي زمالك. فانت تقدر تقول. كم لعيد من النادي الاهلي في تلت الملعب الاول لنادي زمالك. خمسة. وترقم كبير جدا. طب تعال بص كده. انت شايف في مساحات زي اللي احنا كنا بنشرحها. في مباراة الاهلي امام ال scenarios والاسمايր. شايف في مساحات في وسط الملعب؟ لأ ما فيش مساحات في وسط الملعب. لا ما فيش. كل الخطوط قريبة جدا. بصلي بقى هنا. تعالي هنا بص اكرم توفيق كده. تحت. كدر الشاشة. ارجع تاني. اكرم راحل فين هو علي؟ ليه؟ فين اكرم شاقولي بس علي. اكرم هنا في اخر الشاشة تحت. اه. في اخر الشاشة. قافل تحت الملعب. علشان يقدر يخش يضموا جوا. هاي. يا اما تالت مع قلبين الدفاع. يا اما يخش يكمل جوا. هاي اما مش واقف على الخط. مش واقف على الخط. مش فاتح الملعب. اقفوا اقفوا ارجع تاني ارجع ارجع. بخمسة على خمسة. قبل الكرة ما تطقطع كريم. خمس لعيبة من الاهلي. ضغطين على خمسة من الزمالي. قفل زوايا التمرير. اكبارة الراجل زكريا الوردي. ما هو الناس دايما بيبص على اللقطة الاخيرة. قفل زوايا التمرير. تجين تقعد احسن. اللي عمله. ايه رأيك. يلا بينا. عشان ترتاح برضو شوية. لا او اشوف الماشي. يلا. قفل زوايا التمرير. قفل زوايا التمرير. اللي معمول هنا. هو اللي خلا زكريا الوردي غلط. زكريا الوردي الطبيعي يخده الكرة يلف ويحطها جوه الملعب. زكريا الوردي لما لاف رقم عنده زاوية التمرير. لحلافة عشان يرجحها واره. برضو لقى زوايا التمرير مقفولة. اخطأ خطأ طبعا غير مبرر. وكرة راح بقى سجلة برونو سافيو. طبعا انهاء مميز جدا من برونو سافيو. واحنا كنا بنتكلم دايما هنا. الفنش والجودة بتاعة الفنش بتاع برونو سافيو. وخلينا نقول. وهنوقف هنا ثانية على الجول او شغالوا الجول في البرزيلي عادي. قلت عليها فنش برازيلي أصلي. فنش برازيلي أصلي. بتاع برازيلي أصلي يعني مش برازيلي. مش برازيلي مخشوش من اللي كان بيحصل قبل كده يعني. لكن خلينا اقول. عجبني الكادر ده. بصك كريه. بصك كريه. انت قل لي ايه اللي تحس بيه اللي يجيلك من الصورة دي. ان العبت الاهل اكتر والعبت الزمالك. وده مش حي. وانه الاهل في وضع هجومي كمان. ورغم ان الكرة مع زكالي الورد دي. وده اللي قطر لانا كنت عايزه. بص. برونو رايح على الكرة يضغط قبل ما تروح. على الرغم ان هو الطبيعي ان الباس هيروح للراجل السنتر باك عادي جدا. ان الطبيعي الباس هيروح لمكانه الحمزة المسلوسي. بالشكل المعتاد. لكن ده ما حصلش. طيب. حاجة كمان. الهدف ده اللي سجلوك ان بنشرح قبل المباراة. وقلت لك برونو سابيو بيجيد قوي لما يروح في الحتة دي. زون 14 او المنطقة اللي على حدود ال 18. خاصة لو رايح على جنب من الجنبين. قلت لك هو حط اتنين. واحدة في مباراة اسوان. والتانية في مباراة الاسماعيلي. والتالتة تابت. وده التالتة. دي التالتة تابتة اللي حطها برونو سابيو لي مع النادي الاهلي. واللي شايف وهفضل مصمم ان برونو سابيو ومش صنع ألعاب. لكنه العيب مميز جدا في التالتة الأخير من الملعب. نروح للحالة اللي بعدها بعد التسجيل. طيب الحالة اللي بعدها. حطها حلوة. بس. ارجع رجع 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 تاني رجع تاني رجع تاني. بس. بصة بصة كريم. بوقفين. ده إمتى اللقطة لي في شوت. وقف هنا وقف هنا. ارجع ارجع بس وقف لي هنا وقف هنا وقف هنا. بس. بس وقف هنا. بصة كريم. اللقطة لي إمتى؟ في شوت التاني. تحس بإيه؟ قبل ما تكمل واشرح. إن الأهلي هو اللي يسافروا بي. إن لعبت الأهلي كتير. إن لعبت الأهلي كتير. من حسن التوزيع والانتشار. تحس إن لعبت الأهلي كتير. بص هنا. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. في عشرة يرضى من النادي الأهلي. اللعبة قريبة. الخطوط قريبة. دي تعليمات مدربة. ده شغل اللعبة بتنفذ. اللعبة تتواجد فين؟ كمل القطع. كمل القطع هنا بعد القطع على طول. والباص. والتحرك. بصة كريم. إحنا قلنا إيه المشكلة اللي ويع فيها نادي الزمالك النهاردة. المشكلة اللي ويع فيها نادي الزمالك النهاردة. إنه صمم على الجبهة اليسرى. وقف لي هنا بقى كده. وقف لي هنا. وقف وقف. أي فريم وأي كدر بناخده. سواء متحمد أو غير متحمد. في 3 أو 4 أو 5 لعبة. متلاقي خمس لعيبة على أهل من النادي الزمالك. كدر جانبي. كدر في التلت الأولاني للزمالك. في التلت الأخير من الملعب. في الحالة الدفاعية. على أهل في خمسة من النادي. ده بيقولك إيه؟ مساحات مقطوعة. التزام بالزونز والتحرك. تنصيق ما بين اللاعبين. تدريب جيد جدا. وأن الرجل حطت العناصر اللي بتنفذله الأفكار اللي هو عايزها. النقطة الثانية الأساسية اللي قلنا أنها تسببت في خسارة فريرة. عينات فريرة وإصراره على اللعب على الجبهة اليسرى. دون الجبهة اليمنى. دون تفعيل الجبهة اليمنى. والإصرار على المجموعة الثلاثية الخطرة جدا. أحمد فتوح. إمام عشور. أحمد سيد زيزو. قدر مرسل كولر يقفلها له. لكن مقدرش فريرة أنه يروح على الجبهة الثانية. ده اللي كان بيحاول يعمله دايماً. مرسل كولر في المباراة. عارف إن الجبهة اليسرى بتاعته أي فريق. هيلعب النادي الأهلي. هيروح يطرجة الجبهة اليسرى بتاع النادي الأهلي. اقفل على علي معلول. اقفل على أحمد عبدالقادت. علشان خطر تحد مختورة النادي الأهلي. طيب الرجل نهاردة عامل ستين سبعين في المائة من الشغل. عاملوا من الجبهة اليمنى. اللي هي جبهة القوة بتاعت نادي الزمالك. قدروا أنه يخترق مرة واثنين وثلاثة واربعة. كم. كم الحالة اللي بعدها. دايماً الخطوط قريبة. أربع العيبة. أربع العيبة. ماسك سيء. ووقوف سيء من العيبة الزمالك. الكروس. الكروس. رجع الهيلة تاني. رجع الهيلة تاني. لأنه. أه أحسن عواد بالخروج. طبعاً. أعواد النهاردة شاب كورتين تلاتة صعبين جداً. لكن بص التحرك. بص التحرك. اللي اتكلمنا عليه قبل المباراة بتاع خطة فاعل الزمالك. مفيش ماسك. مفيش ماسك. اللعيب اللي في النص ده مش معاحد. اللعيب اللي في النص من نادي الزمالك. مش مركز راجع يمسك مين. مش مركز راجع يمسك مين. سأيب اللعيب لوحده. اللعيب اللي بعديه لوحده. اللعيب اللي بعديه لوحده. ودي لما شرحناها قبل المباراة جبناها في بعض الحالات للزمالك أمام سيراميكا أمام سموحا أمام فلامبو اللعبها متمسكش خط الدفاع رغمنا بالعبو بخمسة ما بيمسكوش نفس الحالة لولا خروج عواد وأطعو المصاري الكرة بالعرض واللي كان خروج موفق جدا جدا كرة جون لأن العب مستلم لحده هتتكرر تاني يا كريم وأجابه لك في العادة التانية بتاعك كريم فائد كمت اللي بعد بس وقف هنا وقف هنا رجع 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 غالي قبل التحرك قبل الباص قبل الباص بس بصها كريم لقيت زمالك وقف مين بيعملوا ايه سرحان غير طبيعي واضح تماما إن في العيب هنا وقف له وحده عمري سلاو وقف له وحده أهو وقف بقى اللعيبة كلام ركزة فيه اتنين اللعيبة قلت لك الأهل بيعمل دايما بيعمل عمالية لسكرينيج فيه اتنين اللعيبة بياخدوا الأنظار اتكررت كم مرة لما تلاقيت النهاردة وقلت لك يا عم ما صدفة ما هو الأهل من إمتى بيلعبها كده لأ إحنا جبناها ما قدشل اتحاد المنستيري والأهل يسجل الأهل بقى بيغير طريقة اللعبة نفسها آه لكن التكنيك بتاع الوقفة بتاع اللعيبة وإن فيه اتنين تلات لعيبة موجودين ما لهمش علاقة باللعبة ما بيشتركوش هم بياخدوا أنظار بياخدوا جميع من المدافعين يطلعون برا اللعبة تماما وده اللي حصل حط الكرة ما فيش ماسك ما فيش تحرك ما فيش تركيز اللعبة بعد ما الكرة اللعبة تلعيب ليس سواقف ما رحلوش المدافع الكرة دي لو جاية على يمين عمرو السلية كانت الأمور اتغيرت هي لولا ناجعة على شماله ما لبسيتش لكن طبعا كرة خطرة وقفة دفاعية خاطئة تماما من نادي الزمالك كم بالحالة اللي بعدين بدأوا الزمالك النهار دفاعيين كمان ظهر بشكل مش عظيم هو في مشكلة في مشكلة دفاعية في الزمالك دي عوضح طبعا طبعا الكادر الجانيبي الصيدل ده بص خط واحد خط واحد مسكين كامل لعيبة كريمة المجموعة اللي هناك الخمس ستة لعبة ده المسكين كامل لعيبة التلاثة اللي هنا مسكهم كامل لعيبة لعيبة واحد التلاثة اللي هنا حادي يعني هنا الراجل ده خد أ نظر كملها كملها بس على البطيط. يعني كملها سيبها ما توقفاش بس على البطيط. ده غير ان السلائة اصلا بيشاولي معلول كمان. بقاله ساعة. ساعة. والعبي اللي تحتيه فاضي. اللي اللي وراه فاضي. التلاتة التلاتة فاضيين. يعني حتى هي مش خدعة. ده السلائة عمالي شاوله يعني. فاهم? واضحة تماما. انا بقولك حالة من السرحان تاني. والوقفة الدفاعية بتاعة العيبة نادي الزمالك. احنا مش بنتكلم النهاردة بعد ما الزمالك خسر. احنا بنتكلم عليها في كل مبارات الزمالك اللي فاتت. فلامبو. سموحة. سيراميكا. وكلمنا عليها قبل مبارات السوبر. الحالة والتفكك واضح تماما. تماما. على خط الدفاع النادي الزمالك. محتاجين اعادة تنظيم. وفريرة محتاج يغير قناعاته مليون تأكيد. انه يغير قناعاته بالخمسة ثلاثة اثنين او بالتلاتة خمسة اثنين. اه حالة كمان. حالة كمان. حالة كمان. بعدين اروح بقى ليه ليه. الامان في ضماتي. طيب. على فاكرة الكرة دي حسب التسلل. وهي بالمناسبة مش تسلل. يعني بغض النظر ان هو عواد انقاذها. وهي كرة كرة ما ما شكلتش خطورة. لكن بيقولك برضو حالة التواهان رجعلي الكرة من اولها. حالة التواهان. الراجل اللي على البعيدة مش ممسوك. والي على القريبة مش ممسوك. والراجل اللي بيعمل الكروس مش ممسوك. بس كم. كم. بس. ادي الباص. ادي الباص من هنا من طهر. من طهر. برونو سابيو هيعلقها. هيعلقها. بص بص. كمل. 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 العبها. العبها مشيها على صلعيتها. اهو. خلاص. مش تسلل. الخط اهو. مش تسلل. الراجل اهو. اهو. هيروح حمد فاتحي. راجعة من الامام للخلف. مش تسلل. لمسة جون. لمسة. هي لو لبسة رجل شريف جون. صح. هو كان موفق فيها عواد نزلت تحتية. بيقول لك ايه? بيقول لك ايه? المسك سيء. تبطي التسلل سيء. القوف على خط واحد سيء. الراجل لا ده ممسوك ولا ده ممسوك. واللي بعدين مش التالت جاي في النص برضو. ما بللي تنمش ممسوك. صحية. حالات دفاعية كارثية للزمالك. نتيجة طبيعية جدا. انه كان يحصل النهاردة. وخليني اقول لك. انه ناس كتير. طبعا جمهور اهلوية. بالناس الاهلوية فرحانين. وزيب القواعد. اكيد. زعلنين على الخسارة في مباراة السوبر. لكن صدقني. جمهور الزمالك لو راجع عادل مباراة يعني. وشاف كمية الاخطاء دي. زي ما انت قلت. هما مقتنعين. ان هما يستحقوا الخسارة. لكن مقتنعين اكتر ان الخسارة كانت ممكن تب اكتر من كده بكتير. والنتيجة كانت ممكن تكون اثقل من كده بكتير. نروح بقى للاخر سؤال. يلا.